السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي في فيديو جديد من محاضرات اللغة الإنجليزية للصف الأول المتوسط تلقيها عليكم زينب عبد الكاظم أهلا وسهلا بكم موضوع محاضرتنا اليوم هو الدرس الأول من الوحدة الخامسة هذا الدرس بعنوان other countries معناها الأقطار الأخرى رح نتعرف بهذا الدرس على بعض الشخصيات اللي قادمة من أقطار مختلفة نتعرف على الأدوات الاستفهام وكيفية استعمالها رح أتعرف أيضا على الفرق بين الbeen to والقان to هنا أنا عندي مجموعة من الصور لبلدان مختلفة تحت هذه الصور كاتب لي هنا أنا اسمها هذه البلدان فرنس، انديا، اومان وجابان فرنس هي فرنسا، انديا، الهند، اومان هي اومان وجابان هي اليابان بعدها منطيني مجموعة من الصور لأشخاص يقول لي where do you think they come from؟ من أين تعتقد أنهم قديموا؟ أو من هم جاءوا؟ أو من أصلهم؟ فنشوف هنانا الشخصيات، هنا عدنا الشخصية الأولى ايميل عدنا هنا سلطانة راجي وعدنا أخيرا يوكي هنا شو رح يقول؟ رح يقول استمع وأعطي الإجابات الصحيحة أو شيك على إجاباتك طبعا هنا اذا بتلاحظون من هذه الصورة ايميل هو ولد أشقار معناها أنه هذا من فرنسا عدنا سلطانة لابسة زي العماني فسلطانة من عمان راجي هو هندي وعدنا أخيرا نيوكي من شكل العيون عرفنا أنه هو من جابان لكن إذا سمعنا للسن اللي موجود اللي رقم 28 رح نتعرف على هاي الشخصيات بصورة أفضل هنا شو عندي اللي بعدها؟ اللي بعدها عندي هنا الخارطة رسمي بها بعض البلدان وهنا ندعي نشوف هذول الأولاد الاثنية من دي يسئلون هل سبقه وزورته إسبانيا؟ رح يجاوبه نعم أنا كذلك أو رح يقول له هل أنت كنت في إيطاليا أو زرت إيطاليا؟ رح يقول من هذه ش رح نستنتج؟ رح نستنتج استعمال أداة الاستفهام اللي هي الwhere وكيفية الإجابة عنها الwhere رح تكون بالبداية بعدها رح يجي اودو او ضز بعدين الفاعل بعدين رح نخلي الcome from فنشوف هنانا where does email come from؟ خلينا هنانا داز أو استعملنا الداز ليش؟ لأنه الفاعل ما التي ايميل اللي هو شنوه؟ مفرد نجي على الجملة اللي بعدها where do the oranges come from؟ من أين تأتي أو من أين يأتي البرتقال؟ البرتقال؟ البرتقال هنانا الorange بيها is الجمع معناها الفاعل ما التي جمع؟ لذلك رح استخدم الدوب فرح أقول أنه أنا استعملت الدوب هذه الجملة لأنه الفاعل ما التي جمع؟ جواب هذا السؤال يكون بحالة بحالة الإثبات yes وبحالة النفي no طبعا عندي ملاحظة مهمة أنه الأبر رح استعملها في زمن منه في زمن المضارع التام بيا حالة بحالة السؤال الأبر والنبر رح استخدمها بحالة النفي فنشوف هنانا I never been to France أنا أبدا لم أزور فرنسا وذا جيدا أسأل رح أقول Have you ever been to France؟ هل سبق وذهبت إلى فرنسا؟ من أنا رح استنتج الفرق بين الbeen to والgone to been to يعني شنو؟ يعني أنه أنت زرت هذا المكان يعني رجعت من هذه البلدة بينما الgone to لا معناها أنه أنت ذهبت لزيارة هاي البلدة ولا تزال هناك خلي نشوف هذا المثال ورح نفهم الموضوع بشكل أفضل جاسم has gone to London جاسم ذهب إلى لندن gone to ذهب يعني شنو؟ يعني جاسم is in London now جاسم هو في لندن الآن بينما إذا أجي وأقول جاسم has been to London شنو معناها؟ معناها أنه جاسم is now back home جاسم الآن هو عادة إلى المنزل إذن الbeen to معناها زرتا يعني واحد زار هذا المكان وارجح من عنده بينما الgone to لا معناها أنه ذهبت يعني هو راح لهذا المكان ولا يزال في المكان نفسه هنا أنا عندي ملاحظة ممكن أنه نستعمل الهاب بالصيغة الآتية بالسؤال أقول have فاعل have been to زائد اسم البلد وإذا انتبهتوا أنه إحنا الهاب هنانا ممكن أنه تجيني بالصيغة ممكن أنه تجيني كفعل مساعد ممكن أنه تجيني كفعل رئيسي لكن في هذه الجملة الهاب جايتني كفعل مساعد مادام سؤالي راح يبدأ بفعل مساعد فالجواب أكيد راح يكون am I yes أو no فنشوف المثال have you ever been to Italy السؤال الآخر have you ever been to France فالجواب راح يكون yes I have أو أقول no I haven't يعني راح أخلي نوت في حالة النفي لما أقول no لازم أخلي نوت ومن أقول yes أخلي have بدون النوت طبعا هذا شون يجيني السؤال صيغة كالآتي have you ever been to Italy بين قوسين يقول لي answer معناها جاوب فأني أما راح أقول yes I have أو أقول no I haven't حسب اختياري راح يكون الجواب بس إذا مثلا قل لي answer بين قوسين negative دا يقول لي جاوب بحالة النفي فأكيد راح أقول no I haven't بس مو بالضرورة أن يكون I إذا كان الفاعل هنا أنا عندي مو you مثلا كان الفاعل زيد أو نور أو علي راح أقول أخلي اسم الفاعل وانتبه هنا كل جزيين ترى you بي السؤال راح تتحول إلى I عند الجواب والعكس صحيح يعني إذا كانت الآي بالسؤال راح تصير you عند الإجابة هزا راح ننتقل لكتاب النشاط هنا أنا يقول لي listen and draw lines from the person to the country يقول استمع وأرسم خطوط من من الشخص الperson اللي هو الشخص to the country إلى البلد أو القطر الخاص بهذا الشخص فنشوف email احنا اتفقنا أنه email مين email هو من friends فرح أجي أوصل بينه وبين فرنسا هذه الطريقة أجي أشوف سلطانة سلطانة هي من عمان راجي من انديا وعندي يوكي أخيرا من اليابان التمرين اللي بعده شي يقول لي يقول لي write sentences about the four people اكتب جمل عن الأشخاص الأربعة اللي موجودة عندي فوض بس شنو استخدموا ياها الcome from فرح أقول email comes from friends بعدين رح أقول انه سلطانة comes from وين comes from أمان عندنا راجي comes from انديا ورح أقول يوكي comes from جابان طبعا هاي التمرينيان اللي موجودة عدكم تمارين مهمة ممكن انه تجيني بسؤال القطعة الاستيعابية اللي اتفقنا عليه انه هذا يكون السؤال الثانية او السؤال الاول فرع الف الى هنا عزائي انتهت محاضرتنا لهذا اليوم ألتقيكم في المحاضرة القادمة الى اللقاء اشتركوا في القناة